اشتركوا في القناة وهي ذاكرة الايام طبعا في هذه المحطة اكيد مثل ما تعودت علينا نرصد بعض من المناسبات والتواريخ والاحداث اللي تحدث طبعا بالتقويم الهجري ان شاء الله قد يكون مناسبات ولادات او شهادات لامتنا الاطهار عليهم السلام وقد يكون لصحابة رسول الله او لآل بيته الاطهار صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين في ذاكرة اليوم اليوم ان شاء الله صعبا صوحان طبعا هو من اصحاب مولانا امير المؤمنين سلام الله تعالى عليه وشارك معه في معركة الجمل وصفين والنهروان وكان خطيبا بليغا واستخدم فن الخطابة في الدفاع عن مولانا امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وايضا الاحتجاج هذا استخدمه على معاوية بن ابي سفيان كان من كبار اصحاب مولانا امير المؤمنين وقد مدحه واثنى عليه وعده الامام الصادق عليه السلام من الافراد المعدودين الذين يعرفون مولانا امير المؤمنين عليه السلام حق معرفته ويعد مسجد صعصع في الكوفة من المساجد المعروفة المنسوبة له وكان صعصع خطيبا ماهرا ووصفته المصادر التاريخية وكتب الحديث بانه كان فصيحا بليغا نعم وايضا يوجد هناك قبر منسوب لصعصع في مدينة عسكر البحرينية ويسمى مسجد صعصع بن صوحان وهناك مسجد ايضا باسم مسجد صعصع بالقرب من مسجد السهلة في الكوفة وهو مقام كان يتعبد به يقول الكشي ان صعصع وظف مهارته في الخطابة للدفاع عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام مشاهدينا هذه الامور مهمة انه نتوقف معاها حتى نستذكر اصحاب امير المؤمنين عليه السلام وايضا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واذا امكن انه ننتهل من سيرة حياتهم والصفات الشخصية لهم يعني اليوم نشوف نذكر اليوم في ذاكرة الايام ذكرى وفاته انه كيف كان شخصية معروف بالخطابة كان شخصية بليغة واستخدم هذه الفن والقوة والملكة هذا اللي كان يمتلكها من اجل الدفاع عن امير المؤمنين عليه السلام انا هسا اتوجه لي شو السؤال نها واندي ذا سمحتي انه من قريتي عن شخصيته شن الصورة اللي تكونت عندك طبعا روح الولاء واعلان روح الولاء والحب لمولانا امير المؤمنين عليه السلام ليلى صراحة انه شخصية يعني هذه الشخصية العظيمة صعص عبن صوحان يعطينا فدرسالة بليغة جدا انه المهارات اللي يمتلكها الانسان خليه يوظفها في الدفاع عن اهل البيت يعني نشوف انه فن الخطابة وايضا انه الاحتجاج طبعا اخذهم متسلح بيهم واخذهم نقطة قوة ودافع عن اهل البيت عام السلام من خلالهم طبعا نعم الله يجعلنا وياكم يا نها واندي وكل المشاهدين الكرام انه نكون من هذه الشخصيات اللي نبقى على الاقل في ذاكرة نتمنى انه تكون في ذاكرة التاريخ لكن نتمنى انه نبقى في ذاكرة الناس ايضا من خلال زرع الاثر الطيق وخدمة المجتمع والدين